الألنا، العظمتين الألنا ماذين ورديوس ورديوس في المنطقة الألنا العظميتون بالأحمر وباردوسy الألنا العظميتون B希望هتم التراضي الألنا أول جميع الأليس بعض الشغلات المتعلقة بالهيومرس اذكروا انه العظم كان اسمها الهيومرس كان هناك جوينت مفصل شابك بين الانا والرادس من جهة وبين الهيومرس والهيومرس من جهة اخرى اول شي اذكروا ان الجزء من الجوينت تبع الهيومرس الذي كان شابك مع الانا بول هذا الجزء من الجوينت سميناه تركلي او ذا هيومرس بما انه هو جوينت اذا انا فرض الاقطاع العظمة من هنا زى هيك خط اما اتطلع عليها من الزاوية شو اللي رايح اشوفه اشوف الجوينت اللي فوق اشوفه فيه زى هيك بروز راح اشوف اكيد في الالنة مكان تجويف يحتوي هذا البروز طيب تخيلوا لي هذا التجويف بما انه البروز تبع الجوينت هذا اللي هون اللي بالاخضر سميته لتركلي او ذا هيومرس فمعناته هذا التجويف اللي بيحتوي هذا البروز تجويف اللي بيحتوي لتروكلية في the humorous ما بدى اسمي هذا التجويف؟ هذا التجويف بدى اسميه trtoclear notch فإذا التروكلير notch موجودة هي موجودة في التجويف موجودة في الألنا لو نشيل الحمروس بالتروكلية اللي فيها راح نشوف هذا التجويف اللي هون ماذا نسميه؟ نسميه تركليار نوتش تركليار نوتش تمام؟ نذكروا أيضا ممكننا نحكي مرغو أنني عم بطلع عليهم من هاي الجهة العظمتين هاي العظم الأولى تمام اللي هي الهيوميروس العظم الثانية بدي أرسمها بلون آخر اللي هي الألنة اللي جايه هون هي الألنة الألنة هلأ كان فيها بروز من هون اللي محطوط هون بالأزرع بطلع عليهم هون لاتيراني ونعم بطلع عليهم انتيريوري ونعم بطلع عليهم من الجنب يعني من السهم اللي حلم أنا رسل عنه بكون فيه بروز من الأمام اللي هو اللي بالأزرع هذا وحكينا انه هذا البروز بدخل في هاي الحفرة اللي هون بس انا اعمل للألنة حكينا هذا الكلام بالفيديو الماضي ومثلت على جسمي فيه هذا البروز رايح يدخل هون فيه تجويف فيه الهيوميروس ايش اسم هذا التجويف؟ سمينا الكورونويد فصة فمعناته هذا النتوء اللي بالأزرع ايش بدي اسميه؟ بدي اسميه الكورونويد بروسس فطلعوا وصرنا حكينا عن جزئين من الألنة حكينا اول اشي عن التروكلير فصة او التروكلير نوتش اسف وصرنا حكينا عن جزء اللي بالأزرع اللي هو الكورونويد بروسس وليه كان يدخل في الكورونويد فصة تبعت الهيوميروس من الأمام طيب خلينا نقلب الهيوميروس نطلع عليها من الخلف اتذكروا انه هاي الهيوميروس من الخلف وهذا التجويف اللي بالأخضر كان في نهاية الهيوميروس من الخلف وكان داخل فيه نتوء ايضا من الألنة تمام؟ التجويف هذا كنا نسميه القليل فمعناته هذا المتوء اللي هون شو بدي اسميه النتوء تبع الألنة سأسميه القليل So the process, process حسنا لنت أتحدث عن ثلاث أجزاء الأن الolecranon process الذي سيهدخل في الolecranon في المزيد entra في المزيد ينتحدث عن the coronaid process الذي سيعيد في المزيد وقت بصل عن the truchelion التي سيكون دائما على truchelion من cái humorous حسنا دعونا نشاهد صورة لدينا تبدأ هناية صورة أمي أرد لا هذا التجويف بالأصفر يسمى روكليير نوتش هذا البروز بالأخضر يسمى الأوليكرينون هذا البروز بالأحمر هو الكورونايد بروسس هذا البروز بالأخضر يسمى الأوليكرينون هذا البروز بالأصفر هذا التجويف للمشاهدة هذا التجويف محتوي الجوينت محتوي التروكليير نوتش هذه ثلاث شغلات موجودة فوق موجودة في الأعلى في الألنا بون هناك أيضا شغلات الألنا بون ليس فقط شابكة مع الهيومراسي أيضا شابكة مع الراديل بون من هذه الجهة ففي عندي جوينت هنا بسميه البروز البروز الرابي هذا البروز الرابي هو عبارة عن جوينت غير متحرك تقريبا بكون فيه تجويف في الألنة بكون فيه جاي تجويف جاي في الألنة بكون فيه نتوء داخل فيه من شو اسمه ايش اسمه العظمه هاي الراديل اوكي فهون هاي الراديل هذا النتوء تبع الراديل وهذا التجويف تبع مين تبع الألنة اوكي فهذا التوء بكون جاي اللاتيرل على العظمه هاي الجهة هي اللاتيرل تبعت العظمه صاح؟ إنو هذه العظمه اصلا جاي ميدزلي والكي يلعان على الرادياس حقه فهذا النتوء هنا جاي على ال welの velのある على الol winter فالthroughの lunch سيكون فيه زي هاي التجويف هذا اللي هو شايفين وهون بالازرع وهون إذا عم بطلع على lateral هذا المنظر هو اللي أمامي هو الuratرال هذا الامان والنظر أمامي هو anterior ومن الجنب lateral هذا اللي بالأزرق هون هو الradial notch تمام هذا هو الradial notch الradial notch ايش هو؟ هو التجويف اللي هون تجويف تبع الالنة لحظة انه سميته radial notch لانه الradial bone بتدخل فيه فهو تجويف موجود في الالنة laterally وسميته الradial notch على اسم العظمة اللي داخل فيه اذا مرة أخيرة الradial bone هاي اللي هون عامل نتوء زي هيك والألنة عامل زي فراغ زي هيك الالنة هاي التجويف اللي في الالنة هاد بسميه الradial notch ايش بسمي هذا التجويف بسميه الradial notch لانه الradial bone داخل فيه تمام اذا مجاجي لهون تمام مرة للألنة خلينا نحكي هاي الانتيرير بارت الفي الالنة هون فيه نتوء زي هيكها هادا النتوء اللي طالع لبرة بالالنة بسميه الالنر تيوبرزيتي الالنر تيوبرزيتي اوكي اذا نصرنا ايش الاشياء اللي حاكينها سرنا حاكين عن نتوء اللي في الاعلى سرنا حاكين عن النتوء اللي في الاسفل والتجويف او القوات اللي براتهم اللي ترك لي الالنة سرنا حاكين لا ترى لي عن هذا النتش ايضا اللي هو هنا اللي هو الradial notch اللي يشارك مين لشامك مع الradial bone وسرنا حاكين ايضا عن النتوء في الامام اللي هو الالنر تيوبرزيتي اوكي طيب نتطلع العظمة اللاتيرالي ممحل ما فيه الradial notch ننزله تحت الradial notch شوي نشوف فيه زي هيك بروز طالع وفيه تجويف هذا البروز اللي طالع بسميه سبينيتر كريست وهذا التجويف شو بسميه سبينيتر فسه سبينيتر فسه تمام هيك انا مكون ضل اشي لا اغطيت هيك كل اشي بما يتعلق بي الأبر عند اوكي فيه عندي الolecranon process اللي هي ب الاخضر في عندي الكونونياد اللي هي اللي بالاحمر هاي في عندي التجويف اللي في الاصفر اللي بيناتهم اللي هو true clear notch مقسط للتركلاire المقارن tab 上 the allnathropal And the Supraspinator pecam الالna سنتظر ذات الصدق هاي هي الريدياس ηலناة عميات من الحياة هذه هي ايبيرز فادي تيلى بالاحطار لكنو termino هذا نتوقotros أجمكن أن اضحنا الأعلى الخوان هي نفسه هو الوليكرينون بروسس هذا النتوق الأسفل التي هيierie النiyoruz الكورو نويد بروسس هذا هو النتوق الى الاسفل الكورو نويد بروسس التجويف اللى بينهم هدى اللى هون اللى بسمىه ترو كليير نوتش الاتيرا اللى هون في عندي بكون تجويف هذا التجويف شو بسمىه إن هذا تجويب في الألنبون نسميه التجويب في ريديل نوتش إذا جاء الخط الر font إذا أرد einge الخط الر الإلنبون وهينها الألنبون وهي ستيت لسببه أنتظريها الإل vagina يعني إذا بدي أشوف هون الأوليكرينوم بشكل واضح هاي هي فهاي هي البستيريولي هون إيش عملت أنا هون عشان أفرجيكم صور بزيادة هون في الصورة اللي هون هي مظهر إني أنا قطعت من هاي الجهة عم بتطلع من الجنب فبظهر عندي هذا المنظر فهذا الجزء من الهيوميرس اللي هو التروكليا أو ذهيوميرس هذا اللي هون هو الجوينت الأزراء تروكليا أو ذهيوميرس هذا اللي جاي وراه من؟ الجاي في الخلف اللي هو الأوليكرينون وللي جاي في الأمام اللي بالأزراء هو الكورونايد وإيش يسم هاي النوتش اللي هون؟ هذه النوتش تعيت الجزء العظمي من العظم اللي تحت هاي الرادية البول هاي على الجزء العظمي اللي من الأسفل هاي بسميها التروكليا أو نوتش هاي الكورونايد بروسيس انتيريوري هاي الصورة من جديد اذكركم انه هاي السوبينيتر الكريست وهاي السوبينيتر فسا خلصنا كلما يتعلق لأخبر اندو عندنا مليون مرة الوار اند كلمتين بدنا نعرف عنه بس وين الصورة الاولانية هاي كويسة بدنا نعرف انه الهيد تبع القلنة جاي في الاسفل وهاي سوبر هاي ييلد انفرميشن اي كلمة لما نحكي هاي ييلد هاي فيديوهات الاجنبية كونكم سنة اولى كلمة هاي ييلد يعني هاي متوقعة جدا نتيجة في الامتحانات وك انها معلومة يعني مميزة دايما المعلومات المميزة بيحبوا يسألوا عنها فبيجي بيسألك ايش هي العظمة اللي الهيد تبعها جاي في الاسفل الالنا بون فمتوقع انه لو جاب لك سؤال عن اللابات مثلا وجاب لك صورة العظمة هاي بيقول لك where is the head of this bone تمام هي عاملة ارتكوليشن جايب لك ايها جزء من الهادا يجي يسألك وين الهيد تبع هاي العظمة فالهيد تكون عارف انه في الاسفل تكون عارف انه جاي في الاسفل تمام فهذا هو head of the alna The head of the alna وهي sayingsodfather الصغيرة طالعة هون هذه هذه hard-calorta التي سيكون من خلفة الالنا من الالنا ثم نسميها theatsoloid process of the addulna thePERt of the addulna le head of the addulna هون عنده The chestplatров radial radial shaft unu جونت الجونت البن ثان رادل الع�tle بال�를asz치جnoc bölphabet جايه هون عند الرأس هذا الرأس وهي the tel �ր هذه the system cycle هذا ما يجب أن تتعرف عن ألنر أنه في عندي أنه في عندي هيد وفي عندي ألنر جوينت موجودة ديستالي موجودة ديستالي الألنر نوتش هي تجويف تجويف موجودة موجودة في الريديال بون والألنر هيد تبعها داخل فيه زي ما حكينا فوق في الألنر في تجويف زي هيك والريديال بون داخل فيه وهذا التجويف سمينا الريديال نوتش مع أنه في الألنر عبارة عن تجويف ويدخل فيه الريديال بون نفس الأشي في الأسفل في عندي تجويف في الريديال هاي المرة والألنر هو اللي داخل فيه فوق التجويف كان في الألنر والريديال هو اللي داخل فيه وسمنا هذا التجويف الريديال نوتش هون في الأسفل التجويف جاي في الريدياس وداخل فيه الألنر بون وهذا التجويف ايش بسميه؟ هذا التجويف بسميه الألنر نوتش لماذا لا يسمى النوت على الرغم من انه موجود في الراديس بون لانه يدخل فيه الراديس بون الراديس بون زي قاعد فيه عنده نتوء وقاعد فيه طيب هذا ما يتعلق بالنوت على البوردرز في عندي ثري بوردرز و ثري سيرفيس الذين يحفظوهم اسماءهم زي مهمة يعني ما لهم صور حتى وحتى بالفيديوهات العامة ما كتير بيهتموا فيهم ممكن انه لو جبنا لكم صورة زي هيك احكي لكم في خط هون هذا الانتيريور بوردر هذا الانتيريور بوردر يس في عندي خط هون بيجي اللي هو اللاتيرال بوردر في عندي خط من وره بيجي اللي هو البوستيريور بوردر المنطقة اللي جاي على يمين الانتيريور بوردر طلع هون اللي بالخط اللي هون اللي هو الانتيريور وهون الخط اللي هون اللي هو اللاتيرال الخط اللي جاي هون على يمين او على هون جول الانتيريور هاي المنطقة المفروض هاي المنطقة الميديل فمعناته هون الانتيريور الخط هذا هو الانتيريور لاين طبعا اللي عم بحكيه كله مش مهم لانه ما علي رسمات بس يعني لو تكونوا عارفين بس تحفظوا زي ما هو وهذا الخط اللي جنبيه هو اللاتيرال تمام هلا اللي بين الانتيريور واللاتيرال آآ لاين هي المنطقة الانتيريور المنطقة اللي هون هي الميديل والمنطقة اللي في الخلف هي البوستيريور تمام لكن يحفظهم ذلك أكثر من ذلك ما نعرف لا تنسأل عنهم لكن على السرية هناك 3 أسوال 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 أو هذا بالمناسبة هذه الكلمة بالجزء مهمة هذه اللي هنا وإن نركز على أسوال نركز على أسوال وبعد نسميه الانتر سيروس لماذا انتر سيروس ؟ نرى الانترذي الانتر لذا اصبح الانتر سيروس بوردر ترجمة ب Bernthyl meny sy simple 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 أقول بسيطا ك إنه يغلق شكل فست عادي يأتون للذي مخافر لكني نغلق بسيطا التكلمة الهائية سألا تقوم بها عقارية لأن أستخدم الحديث يوجد مديني مفعالي يوجد مفعالي تبقى حدود بسبب مفعالي يوجد مفعالي و مفعالي يوجد مفعالي سألتذى مفعالي هذا هو الهد وهذا هو الهد و على السريح ما هي نفسهم الـ Head of the Alna و الـ Styloid Process of the Alna و الـ Radio Alna Joint واضح لكم هكذا ما خلصنا حديثنا عن الـ Alna ندخل هلأ نحكي عن الـ Radius الـ Radius عندها Upper End و الـ Lower End الـ Radius الـ Upper End هو اللي فيها الـ Head مع أنه فيه Head و يكون تحتيها نك هاي هي الشافت تبعته الـ Radius و الـ Radius فيها نتوء اسمه Radial Tupersity في الأعلى اللي هو يدخل في الـ Radial Process اللي موجود في الـ Alna تذكروا لما كنا بنحكي عن الـ Alna هنا في عندي Radial Notch تمام Radial Notch طيب مش Radial Process الـ Radial Notch اللي هو تجويف هذا التجويف جاي هنا في الـ Alna سميه Radial Notch هذا التجويف داخل فيه عظمة وهي العظمة اللي داخل فيه سميتها Radial Board اللي داخل فيها الجزء اللي داخل هو Radial Tupersity الـ Radial Notch موجود في الـ Alna و Radial Tupersity موجود في الـ Radial طيب فهذا ما يتعلق بالـ Upper End وانه فيها Head وفيها Neck وفيها Radial Tupersity و بالمناسبة الـ Head اذا بدي اذكركم كان بيعمل Articulation نرجع للصورة اللي بالأول الـ Head كان بيعمل Articulation الـ Head هاي هذا الـ Head تبع الـ Radius عمل Articulation ما هاي اللي هون تمام هذا الجزء من الـ Humorous ايش كنا نسمي هذا الجزء من الـ Humorous كان اسمه الـ Capitulum الـ Capitulum تبع الـ فلاحظوا انه الـ Head تبع الـ Radius هو عمل Articulation مع الـ Radial Notch اللي موجودة هون ومع الـ Capitulum اللي موجودة في هاي العظمة اللي فوه ومع الـ Capitulum اللي موجودة هون ومع الـ Radial Notch اللي موجودة هون طيب اذا الـ Head تبع الـ Radius عمل Articulation مع الـ Capitulum بتاعت الـ Humorous ومع الـ Radial Notch بتاعت العلم فإذا فهمنا بالصورة وين الـ Head وين الـ Neck وين الـ Radial Tupersity و الـ Radial Tupersity عمل Articulation مع الـ Radial Notch أو الـ Radial Process الـ Radial Process هنا الـ Head تحديدا وكلاياتها قدر احد ان الـ Radial Tupersity تابع الـ Head وكلاه الـ Head تحديدا هو الـ Capitulum هذا الـ Upper End الـ Lower End يلاحظون ان الـ Styloid Process فالـ Lower End تبع الـ Radial Bone وثنين يوجد الـ Styloid Process فهنا هنا يوجد الـ Styloid Process هنا ايضا تذكروا اننا في تجويف هذا التجويف داخل فيه جزء من الانة في التجويف الذي يدخل فيه جزء من الانة هذا الانة قرار من الانة تواصل الانة تمام في الجهة الـ Medially والألنار نوتش وهي تعمل الـ Articulation with the head of the ألنار و Posteriorly لديها شيء اسمه دورزل تيوبركل وين الـ Posteriorly هذا يسميه الدورزل تيوبركل دورزل تيوبركل تمام و قلنا ايضا انه عندي ونصر رسمي صراحة و عندي الـ Styloid Process و عندي الـ Inferior Surface اكيد في عندي الـ Inferior Surface فهذه هي الـ Styloid Process اذا ما اريد ان اعرفه عن الـ Radius من الأسفل اول شيء الـ Styloid Process ثاني شيء الدورزل نوتش تمام ما كان اسمها؟ الدورزل تيوبركل دورزل تيوبركل هذه الدورزل تيوبركل هذه هي الدورزل تيوبركل تيوبركل هناك الدورزل تيوبركل وهذه الـ Styloid Process هنا يوجد تجويف في الـ Radius يسميه الـ Alna Notch الـ Head of the Alna و في سطح و في سطح و في سطح سأتحدث عن الـ Borders و السطح بس نفس الـ Alna ولكن هناك كانت simple هناك كانت الأمور simple لاحظوا ان الـ Alna الـ Radius زنخة مقارنة بالـ Alna الـ Alna الـ Alna كانت السطح فيها Medial والبوردر فيها Lateral أما هنا بالـ Radius العكس هنا السطح فيها Lateral والبوردر فيها Medial الميديا الميديا البوردر وهو أيضا اسمه الـ Intercerus اسمه الـ Intercerus تذكروا لانه عليه الميبران فهي الـ Medial بوردر الـ Radius وعليه هذا الغشاء اللي هو الـ Intercerus ميبران فهيكا بيكون خلصنا الفيديو تعال نراجع الشغلات اللي احنا حكيناها احنا هون اول إش عشان نحدد احنا بأي عضمة العضمة اللي نتوء هكبير زي هيك هاي هي الـ Radius تذكروا بالصورة هون عضمة اللي نتوءها كبير هاي هي الـ Radius اوكي فمعناته هون الـ Radius هاي لا ترغيه هون الإبهام تمام ما إني عم بطلع على الجوينت هون في عندي فراغين في الـ Humerus وناخد هون عم بطلع انتيريوري تمام بطلع انتيريوري هاي اللي هون اش هي هاي هي الـ Head of the Radius الـ Head of Radius طيب وهاي اللي هون طلع وهنا كنت عم بطلع على هاي اللي هون الـ Radius هلا هون عم بطلع على شغلي هون هاي ميديا اللي جاي هاي جاي على الـ Alna هاي سمتها هاي هاي الـ Alna Tupersity تمام هاي هاي الـ Alna Tupersity الـ Alna Tupersity اوكي طيب هاي تعيت الـ Alna هاي اللي بتدخل هون هاي اللي هون اش كان يسمها الفراغ كان يسمها الكورونويد الفراغ هو هاد الـ Lorna yer Fossa تمام فهاي اللي هون ايش بدي يسميها بدي يسميها الخراغ лена 2500 أخت entrare الماعدة الوثورة رغم الفطان باللغفة للوثورة هذا الوثورة بل structures هذه هي الراديس والنطش الخلف الراديس لماذا أنا خلف جزمت؟ لأنه في القلة من فوق هناك الأوليكرانان وهناك الأخضر هنا هناك نطش هذا البروز هذا البروز كان اسمه الدورزل هذا البروز هذه صورة البروز هناك نحن هذا الراديس لأنه رأسها كبير من تحت الراديس في الأعلى هناك أنتيريوري ما فيه هناك أنتيريوري؟ هي ليست أنتيريوري تماماً هي داخلة لجوه عموماً هذه هي الراديل تيبرزي هذه الرية بنامات ماذا هي الر Squeeze الموضوع الموضوع و��صت على داخل فلال ياpe الموضوع 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 و ادني الذاكرة كان اسموه الراديال نوتش سمناه الراديال نوتش الى داخل فيه الراديال تبارزتي ها هي الستيلويد بروسس تبارزة الراديال ها هي النيك تبارزة تبارزة الراديال هون الان و الرادياس بشكل طبيعي هون فيه كسر تمام هكذا بكم خلاص من الفيديو نعطي فلعب فيها